25 ابريل من كل عام ذكره تحرير سيناء اعياد تحرير سيناء كل سنه وحضراتكو طيبين كل سنه وبلدنا الطيبه بخير كل سنه اهلنا الطيبين او ما بقي منهم في شمال وجنوب سيناء طيبين بخير وسلامه وسعاده احتفلت الدوله المصريه قبل يومين بذكره تحرير سيناء وبيمر حسب ما اعلنت الدوله 42 عام على تحرير سيناء وبعض المشروعات اللي يعني صغيره كده اللي الدوله بتحتافل بيها مش عارف اجتماع قبال سيناء ويطلع ابن مين يتكلم ويقول كلمه ويطلع الفنان مين يغني ومين يرقص وكأن الاحتفال باعياد تحرير سيناء اختزلوها في وضع حجر اساس مثلا للحديقة مركزية في مدينة العريش ورغم ان مدينة العريش معادش فيها مواطنين حسب ما اعلنت الدوله اللي هو عبدالفضيل شوشة اللي حط الحجر الاساس للحديقة المركزية واللي بتبلغ عشرين الف متر مربع بتكلفة 18 مليون جنيه والسؤال اللي انا بسأله هو العريش فاضل فيه ناس ما انتو هجرتوا اهالي العريش عشان خاطر مرة تعمل المينة هجرت خمس سلاف اسره من حي الريسة اخر الاماكن اللي موجود فيها سكان في العريش لاجل انك بتعمل مينة بالمخالفة للقانون والدستور وهبط الارض للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورميت الناس في الشارع هجرت مزارع الزتون والنخيل وحرقتها قدام عينين اصحابها بحجة محاربة الارهاب طلعت سكان القرى اللي موجودة في العريش وعدتهم هيرجعهم تاني بعد محاربة الارهاب والناس دلوقتي بيتظاهروا واقفين مش لقين حتى يعودوا فيها طب انت بتعمل حديقة مركزية ب18 مليون لمين على مساحة 120 الف متر لمين وبتحتفل الاسبوع اللي فات او خلال الايام اللي فاتت بتحرير سيناء ليه اذا كان انا كمواطن مصري احمل الجنسية المصرية ابويا وامي مصريين ما قدرش اخش سيناء الا ببصبور كأن مسافر دولة تانية في حين ان الصياح الصهاينة بتوع الكيان الصهيوني بيخشوا سيناء اسرع من المواطن المصري بتحتفل بمين وبتحتفل بايه وانت بتهجر اهالي شمال سيناء اهالي جنوب سيناء حولت 25 الف فدان من النخيل والزتون في في شمال سيناء بقوا 5000 فدان فقط عملت صينية خرصانية حوالين مطار العريش على مساحة 5 كيلو متر على ارض الزتون بتاع الفلاحين واهالي شمال سيناء جال دلوقتي بتحتفل تب شوف هذا الخبر بالمرة يعني عشان تعرف ازاي اهالي شمال سيناء عايشين مستشفى العريش العام بيتحول لمكاب النفايات ده على بعد كم كم متر من الحديقة اللي سيادته مبارح كان بيفتتحها ودافع فيها 18 مليون جنيه طب كان من باب اولى من باب اولى يعني انا مش ضد الحدايق والله من باب اولى تدفع كم مليون جنيه عشان تنظف المستشفى شايف المستشفى عاملة ازاي ده مستشفى العريش العام المستشفى الحكومي الوحيدة اللي موجودة في العريش وعلى بعد اقل من 3 اربع دقايق من الحديقة اللي بيعملها سيادته على مساحة 20 الف متر كانت المستشفى اولى صح؟ بشوف كمان ايضا هذا الخبر صرف الصحي يعني المستشفى غرقانة في القمامة والزبالة اما البيوت في غرقانة في الصرف الصحي اللي بيغرق عمارات حي الريسة بشمال سينة والمجلس يتدخل خلينا اقول له حضراتكم حي الريسة ده اخر المجمعات او التجمعات السكنية اللي موجودة في العريش واللي كمان الحكومة زي ما حضرتك شايف كده حتى مناطق الشاليهات اللي هي المناطق اللي المفروض راقية غرقانة كمان في الصرف الصحي سكان شاليهات السعد في العريش بيطلبوا براس في الطريق وحمايتهم من الصرف الصحي اما حي المينة فقول عليه للصبح بقى حي مينة العريش لوصفه قبل كده اللي هو ماميش قال ان مينة العريش مينة صغير بيستخدم في الصيد ولا يمكن تطويره تسيب انت 25 كم برا الحي فضيين هو صحرا تعمل فيه باللي انت عايزه وتجي تطور المينة الصغيرة بتاعت العريش عشان تهد وتزيل بيوت خمس تلاف مواطن او خمس تلاف اسرة تكلم عن حوالي 25 الف مواطن اخر تجمع ساكن في منطقة الريسة بالعريش عشان خاطر تعمل مينة لوجستية ده الظاهر لكن الحقيقة هو زيادة في تهجير اهالي العريش وزيادة في التنكيل باهالي شمال سيناء كل سنة واحنا طيبين واهالي شمال سيناء طيبين ان شاء الله في يوم الايام هنحتفل بتحرير شمال سيناء صح زي ما حررناها قبل كده من الاحتلال في يوم الايام تتحرر من الفساد والمحسوبية تتحرر كمان من القرض الامنية وترجع لاهلها اصحابها سكانها المهجرين المبعدين اللي ما بيقدروش يخشوا بلوت بقراهم ولا بيوتهم الا بعد ما يعدوا على نقاط تفتيش وتصريحات امنية وبصبور كيبنوا مسافر دولة تانية